الحزب الاشتراك الديموقراطي ليست لديه شخصيات كاريزمية إذا مستثنين وزير الخارجية شتاين ماير ولا أعتقد بحسب ما قرأته في الصحف والاستطلاعات الرأيان لديه رغبة أصلاً في الترشح لمنصب المستشارة أو المستشار في هذه الحالة يعني هل لدى الحزب بدائل يمكن أن تنفسها ميرك أنا ربما أكون الشخص الخطأ للسؤال هذا هذا السؤال أنني من المتقدين لزيجما جابريل رئيس الحزب الحالي صراحة زيجما جابريل وضع حزبنا في مازق وضع جعل من منصبه منصب غير مرغوب فيه كل الأشخاص المرشحين أن يأخذوا هذا المنصب ناجحين في أعمالهم في أن يقوم أحدهم ويقود حملة انتخابية في منصب أصبح غير مرغوب فيه صعب جداً أن تقنعهم